بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين ومتابعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومحباكم دعوة للمتابعة عبر حلقة اليوم من برنامج في الموعد وهو واحدة من الحلقات اليوم الأكبر أقول عليها مميزة جدا لأنها مخصصة لواحد من شعراء الأبذاز في بلادي وإحنا في رحاب الزكرة السنوية لرحال رحيل هذا الشاعر صالح عبدالسيد المعروف بأبو صلاح اللي عنده عدد من الأعمال تفوق الألف وخمسين في المئة من هذه الأعمال هو عمل على تلحينة وشكل ثنائية رائح جدا مع كروان الأغنية السودانية كروما وهو عميد أغنية الحقيبة في السودان اللي داول عدد من الفنانين في الرعيل الأول وفي الرعيل الثاني وفي الرعيل الأخير سعيدة جدا أن أتواصل معكم ونحن اليوم في حضرة مدرمان شعرا من خلال ضيوف كرام سعيدة جدا أن أرحب بالأستاذ والباش مهندس بدوي أبو صلاح الذي عمل في الحقل الإعلامي في أترزيون القومي بالسودان أهلا ومرحب بيكم ومساء الخير مرحب بيكم في قناة الشروق ومرحب بي كل المشاهدين في كل أنحاء السودان مرحب بيكم أهلا ومرحب بيكم ومرحب بردو بالفنان محمد بدوي أبو صلاح حضور معانا اليوم من خلال هذه الحلقة التوسيقية لذكرى رحيل الشاعر أبو صلاح أنا بحييك وبقول لك مساء الخير ونعمل استفتاحية كده للمشاهدين مرحب بيكم ومساء النور على كل الشعب السوداني الجميل وأزعت جدا أن أكون معاكم اليوم على غنات الشروق الغنات الجميل السوداني الأصيلة الله يكره موسيقى احطف علي يا ريم يا نافر الغزلان خسرك رقيق علي قلبك حجر مالان أحطف علي يا ريم يا نافر الغزلان خسرك رقيق علي قلبك حجر مالان احطف 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 علي قلبك حجر مالان جمال ما لضميرك حجر مالان احطف علي قلبك حجر مالان لو عياني تنظر تنظر حجدكم احطف علي قلبك حجر مالان احطف علي قلبك حجر مالان أنا يا جميل أهوات فعلا وغول لسان أنا يا جميل أهوات فعلا وغول لسان النقمة تسكرني من مصر واللمسان عطف علي يا ريم فادح رجح فسراك لسفلي حاضك سان أنا يا مدلل قصدي من الحسن إحسان عطف علي يا ريم قالا فران وغول لعن حسرك رقيق علي قلبك حجر ملان موسيقى يا أكحل العنان يا نايرا لويان يا أكحل العنان يا نايرا لويان حسنك نبريا وغول قلبك حجر ملان موسيقى شوفنا البروغ تسريق من بسمتك سريان البروغ تسريق من بسمتك سريان ما بين بيادة الدر وخدرة المرجان عطف علي يا ريم أنا بين الغذبان تسرك تقيد علي قلبك حجر ملان موسيقى موسيقى يا آية المسلم وريحانة السودان قاية محاسن الجيل في كفة الملدان موسيقى ساكن بشاط النيل وبداخلال أبنان في حار فيها محاسن جنة الولدان عطف علي يا ريم يا نافر الغذلان خسرك رجيه علي قلبك حجر ملان موسيقى شكرا جزيلا محمد بدوي أبو صلاح وكل مشاهدينا دعوة للمتابعة من جديد عبر ضيوفي الكرام والذكر السنوية لشعرنا الكبير أبو صلاح هذا الشاعر الذي أمطر السودان شعرا وكان أكثر شعلا هذه البلاد كتابة لشعر الدوبيت خصوصا في العاثمة الخرطوم سعيدة جدا بضيوفي مرة تانية ولما نتحدث عن الشاعر الكبير أبو صلاح معناه بنتكلم عن الحياة الفنية والحياة الاجتماعية في السودان في ذلك الأوان أو في ذلك الزمان لكن خلينا نبدأ بالميلاد والنجأة والجزور لهذا الشاعر الكبير في الحقيقة الوالد أبو صلاح مولود في مدينة من دمام حي مرة عام 1890 ميلادي وتوفي عام 1963 في أكتوبر 30 أكتوبر وقرب في خلوة المرحوم حسن حسين بالموردة وعندما أخذ سبع سنوات التحق بمدرسة الأمريكان سابغا حاليا مدرسة وادي سيدنا ثم انتغل أخيرا إلى الخرطوم بحري مع وسرته والتحق بمصلحة الوابرات في تلك الفترة ولما بدأ العمل في تلك الفترة في خزانس النار استغل من العمل في الوابرات وعمل في الأشغال الحرة حتى تاريخ وفاته وبدأ يكتب الشعر وعمره 14 سنة وبدأ بكتابة غصايد تسمى غصايد الطرد وغصايد الطرد تعالي القوة هي كلمات بتعبر عن الحماسة والغوة وفي الفترة تلك طبعا كان الغنى لسا ما اكتمل بشكله الحالي كان النساء بيردد الأغاني بالدلوكة فابو صلاحه في سنة صغيرة بدأ يجمع من دواخله وكان يعني عنده طموع عالي كموهبة والناس ده الاستفاة الشعر الضهر كان استفاة يعني تشعره لا بيورس لا بتقري لا يحايا يعني أشياء في ودان الإنسان ومما يكون طفل يكون موهبة في دواخله فبدأ أبو صلاح ذاته كان يعني بيتجول كثير ولف ولاية السودان وطبعا موالد أمدرمان كانت أمدرمان في تلك الفترة مدينة صغيرة طبعا وبسيطة لكن أبو صلاح تشبع بيعني تجواله في ولاية السودان كانت طبعا بطبيعتها جميلة وخضرتها وكده دي زادته وكان طبعا بحر ذاتها على النيل وكده فالإلهام بدأ من خلال سن صغيرة طيب إحنا يعني أبو صلاح شأن كل السودانيين يعني هو عمره سبعة سنة دخل الخلاوي نعم ويعني كل الأولاد في الوقت ذاك في عمرهم بيدخلوا الخلوة لكن إذا تكلمنا عن الخلاوي في السودان في الوقت ذاك وتأثير ذاته على إنه الواحد تكون أفقه عالية المفردة بتاحته تكون متميزة في زمن صغير جدا هو عمره 14 سنة نتكلم عن الطابع الديني اللي شاعرنا في البداية والأي مدى هو ممكن قدر يديه دفعه في كتابة الشير من بعد كده والله بالفعل ده سؤال جميل جدا لأنه فعلا زي ما قلتي معظم شعرها الحقيبة في تلك الفترة كانوا جاروا خلاوي وأبو صلاح استفاد استفادة كبيرة جدا طبعا الغران بعده ما في حاجة يعني يعني ثغافة عالية جدا ودي أدته يعني طبعا الشاعر كان أبو صلاح بيقول إنه الشاعر لو ما عنده حصيلة لغوية كبيرة جدا لا يستطيع أن يكون شاعر مبدع وأبو صلاح من خلال قراءته حفظه للغرآن يعني برضو بدأ يتهد إنه يشطر لشعراء شعراء العرب من أجعارهم القديمة والحديثة شطر لابن الفارد شطر لابن عبد الربيعة شطر لعبد الرحيم البرعي اليمني وشطر بردة البصيري حتى ذكر أنا في أغنيته بتاعت يا سمير بنظرتك وفي المعادة العيون الشافتك ما أسعد من هواك أنا جسمي دائما في ارتعاد أما نومي الفر ما منظور يعاد يكفي ودي ويكفي هجري والبعاد في المقطع الأخير من هذه الغصيدة للطال عتم نشرته بالحداد من نجوم وتوشح الدرر الجداد طرف ساهر يتلو آيات الوداد الشجر أغلام جميع وني المداد لو كتب شواء ما عدده طيب رايك شو هنسمع مقطع عبر محمد بدوي أبو صلاح دي هنا بتدينا اللفتة بسيطة إنه تأثير الصوفي وحفظه للغرآن هنا في اقتباس ما في أغنيته لأنه هنا التحدث عن الليل والتلالطة العتم نشرته بالحداد من نجوم وتوشح الدرر الجداد إلى آخر البيت الجنة وسع هنا اقتبس من سورة لغمان ولو أنما في الأرض من شجرة أغلاما والبحر يمدوا من بعد سبعة أبحرين ما نفذت كلمات الله إن الله عزيزه محكيم فده التأثير القرآن ما حاجسها ليعلم كان شكل فيه جدان قوية وصدق صوفي صحيح يا سمير بيت نظرتك في المعادة العيون أشافتك ما أسعدك بيت نظرتك في المعادة ليلة طالعة تدر شرتك الحداد من نجوم وتوشح الدرر الجداد طرفي ساهر يتلو آيات الوداد هوي هوي طرفي ساهر يتلو آيات الوداد أشيار أغلام جميعا من المداد لو كتاباش وقليك ما عددا يا سمير بيت نظرتك في المعادة بيت نظرتك في المعادة شكراً محمد بدوي أبو صلاح شكراً على هذا الأداء وأبو صلاح شاعر مميز بالتأكيد ومزق ما بين الخلاوة وحبه في التعليم على المدارس وممكن دي أدته خاصية كده في أن تكون عنده موهبة متفردة بينمشي برضو لأمدرمان ولما نتكلم عن أمدرمان بنتعرب على الموروثة الثقافي الموجود في أمدرمان تحديداً لأنها بالتأكيد هي حاضرة وحاضنة للتراس أضافت شنو برضو للوقت ذاك في زمن ذاك للشاعر الكبير أبو صلاح والله فعلاً كلام الجميل فعلاً أمدرمان يعني مدينة كانت هادئة جداً في تلك الفترة اللي عاشوا في أناس أبو صلاح منذ العشرينات والحد الستينات فكان يعني مدرمان جمعت كل المجالات الرياضية والشعر والموسيغة والفن والصقافة عامة أبو صلاح أكثر حاية شكلت في دواغله رغم البساطة يعني سوقه مدرمان الشكل سوقه مدرمان وكنت عمري ثلاث سنين وسبع سنين هنا البيت بيتنا أحنا أبو صلاح تولد في الموردة ونحن أخيراً يزوج من العباسية وإحنا تولدنا في العباسية وعاش فترة في بحري برضو وعاش فترة في بحري لكن حياته طويل أطول مساحة من زمنه وقضاء في مدرمان لأنه زوجته الأولى كانت من بحري والدتنا نحن من مدرمان كانت المساحة الكبيرة في مدرمان فكان بمشي سوقه مدرمان بنمشي برجلينا لأنه لكن بدون مقاطعة في شعير برضو تكتب في فترة في بحري وما يشتهر يعني ما لقى زهور كده ما لقى حظه أو ما لقى حظه في المؤمن القصائد كده لو قلت لنا برضو منه لأنه في حاجات ما موجودة في الديوان أو ما موجودة وبعلا يعني في القصائد دي تكتبت هو القصائد دي يعني ما قصة المكان قصة الإحساس في بشنو بحضور كان زمان هو أغلب الشعر ما بتكتبه إلا في بيوتها العراس يعني زمان البيت تتا ما بتشوفها في الشعر كان يعني في حرمان وكانت المرأة يعني بيقول لك في سور وداخل سور يعني حتى جوة البيتنا بتجدها في الحوش في روض الظهور ربيع في روض الظهور عيش مناعم طول الظهور ففي يعني مقاطع كثيرا في الشعر بتوري إنه فعلا المرأة في تلك الفترة كانت محجبة ومحجبة بطبيعة يعني التوب والبلام العادية التوب السوداني ذا شرف كبير جدا وكان هي أصف حكاية الحجاب كانت في وجدان المرأة السودانية بتلغائية والتوبس هو كان بتبلموا منه فيه غير ما تلبس على طرحها من فوق دي كانت المرأة السودانية بشكلها جميل يعني وكان فيه قصة الشلوخ كانت لا رواج في تلك الفترة بصلاح كانت تبقى صيد كثير بدور القلعة وجوهرة الشلوخ العشرة مسطرة ومسلي كم ضايعين مالوما السهام العين برضو زاك الفات الشلوخ وما كنت رايك ساكن في صفه وتامين في الخوجة لا بيا قلبي من نشالك مين لو زا الشلوخ وتلاته ومن تحته اسمين يا قلبي بينه وبينه لقسمك بسمين صح وهبة فاقد عقله كم جريحه طعين الناس جروحهم تسعة وانا ليه جروح تسعين يعني شوف اسطلاحات بيجيبها حتى بصلاح يعني بيدخل رموز داخل شعر اغلب شعره بلك الناس جروحهم تسعة وانا ليه جروح تسعين يعني الزلل بيجي يشرح المقطع ده ما انا جروح تسعين ده المجروحين تسعين وانا جروح تسعين جرح قد ما هو ما قد ظهر النسبة العددية نعم الألم زاد لا ولا الألم يعني تسعب ترمز لحرف ما يعادل هذا الحرف الاول من اسم الحسنى البكسودة زي اجسامنا له جسمين رمزية رمزية شعره عندنا برضو في اغنية اجسامنا له جسمين وروحنا واحدة تقسم الجسمين من المنام ما معاي ولا ستة من ستين ستة من ستين دي بتدي تلاتة معاني لكن هول بكسود الشاعر الستة حسب ترتيب الحروف الأبجدية تعادل حرف الواو والستين تعادل حرف السين الواو ده بنصدقه أول حرف من اسم الحسنى وفاء وهيبة وانت برضو رغم ذلك ما تقدر تعرف اسمه الناس يقولوا شاكين لك من ما هذا كده الداك الحرف الأول والحرف الأول فيه كم اسم يعني فالناس دي كان مقتل المرأة في مكانة سامية جدا لدريت منه الاسم ذاتي تخش في اللغزة عشان تقدر تعرف الاسم طيب إحنا هنشوف محمد متذكر شنول المرأة ممكن نقدم بينا الآن مقطع صغير كده هلاش دار أقدم مقطع من الغونية القالة برضو الوالد طيب تفضل إجسامنا رجي اسمين وروحنا واحدة وكيف تقسمت إجسامنا رجي اسمين دار أقولوا من أعجزه؟ هنا نقول لنا مقاطع لأنه طبعا أبو صلاحة غانية وكثيرة ما شاء الله طوي أكثر من ألف عمل يعني كثير من أعبو صيد من إجسام رجي اسمين موسيقى إجسامنا رجي اسمين وحنا واحدة وكيف تقسمت قسمين شي عجيب في غرامك يا فرع ياسمين من المنام ما معاي ولا ستة من ستين عندي التلت من عقلي وعندك التلتين شي عجيب في غرامك موسيقى شي قاني باز مدفوق ودرعي قدمتين لو لا ما لي صالح في الزلال والدين شي عجيب في غرامك يا فرع ياسمين اجي سامنا لي جي اسمين روحنا واحدة وكيف تقسمت اسمين شي عجيب في غرامك يا فرع ياسمين أنا يا حبيبي تجدني على هواك أمين وفق آدي أحيذ عن أفكاري في التخمين شي عجيب في غرامك وحواسي تحسد نظري لحسنكم تدمين شمالي تاخد الغيرة إذا يلاست يمين شي عجيب في غرامك يا فرع ياسمين شمال محمد بدوي أبو صلاح نحن مستمرين بالتأكيد من خلال حوارنا وتوسيقنا لهذا الشاعر في الذكرى السنوية اللي رحيله هي الذكرى السادسة والخمسين بالتأكيد ولما نتكلم عن كروان الأغنية السودانية كروما وطوالي بنتذكر أبو صلاح أو العكس نتكلم عن أبو صلاح بنتذكر كروما لأنهم اللي اتنين جسدوا سنائية رائعة جدا احنا ممكن نتكلم عن هذه السنائية ونتكلم عن يعني في بدايات الشاعر أبو صلاح يعني شنون أضافته له هذه السنائية بالله يعني السنائية طبعا الفنان لما يجد نفسه في المفردة بتاعت الشاعر ولو شان منه لحن واحد أو كان اللحن في الأول وضع الشاعر بإحساس الكلمة يعني الحقيقة اللي لمست من خلال أغنيات الحقيبة اللحن جو الكلمة طيب احنا هنكمل الإجابة دي هنتواصل من خلال حوارنا وحنتعرف أكثر على هذه السنائيات وعدد من الأعمال ويا جوهر صدر المحافي وعدد من القصايدة المختلفة لشاعرنا الكبير أبو صلاح هنتواصل من بعض الفاصل كونوا حضور مساء الخير مجددا كل متابعين دعوة للمتابعة والمشاهدة عبر حلقة اليوم من في الموعد وأنا برفقة الضيفين الباش مهندس بدوي أبو صلاح والفنان محمد بدوي أبو صلاح وحلقة توثيقية للذكرى السنوية لرحيل الشاعر صالح عبد السيد أو الشاعر المعروف أبو صلاح الذي كتب عدد من القصايد والذي ترأس على شعر الدوبيت في ولاية الخرطم سعيدة بكم مرة ثانية وبالرغم من الكثافة المعرفية والتنوع في وسائل الإعلام لكن تظل الحقيبة هي سيدة الموقف هل ستصمت كثيراً في وجوه الأجيار القادمة؟ كيف؟ الساعة بس بقول لرحاية بسيطة إن أغنية الحقيبة كتبت في العشرينات أول أغنية سودانية سجلت في ستوانة سنة 1927 سودان كان ما في زع ولا في إشي كان في استعمار سجلت بالغايرة كانت فترة ديك في استوديات أوديون وبيضفون هناك ديمتري البازار ساق مجموعة مشاعرات الحقيبة على دفعات مختلفة منهم علي الشايقة منهم كرومة منهم سرور منهم كروان السودان أبراهيم عبدالجليل أصفر السودان فمن سنة 1927 لو أغنية كتبها وصلها غناء على الشايقة وأغنية لو تجازي ولو تسمحي حنانة ريديك ما بيتمحي ونحن في 2019 أكتر من 100 سنة ظلت أغنية الحقيبة برددوها الشباب الآن لس بغانوا عمرهم 20 سنة وغلى من كده صحيح؟ صحيح؟ فإبقى إذا كان السعي قاعدة تكتر من 100 سنة هل هتندسر؟ لا، هتصمن طبعا بس يكفي إنه حاصرت كم جيل نهدرناك كده المعلومة أنا غايته ده حسب تصوري بعيكل طبعا تزوغ الناس والشباب مع التطور الشبابي لحد جيل محمود عبدالعيز غنى ستة غنى لأبو صلاح صحيح؟ ما غنى لأي شاعرك؟ خلّي لعيش حرام خلّي لعيش حرام وهناي ضامر غوام أكلان وحبيبي فؤادي طبعا يهواكا ويا رشاياكا حيل ستة هنا غنى وارحم يا سامير قل بالمانساكا المهم إنه ولازال وهذا أنا لقيت في تزييل بدء عمر السبعة السنين بتغنى في غنى تحطف علي يا عريم في ولاية من الولاية بتعطي بسيطة نشكر بسيطة الفنان الكبير الراحل المهم محمود عبدالعيز لأنه هم احتفلوا معنا كان أول احتفال لذكره أبو صلاح من داخل بيت الفنان الإنسان العظيم محمود عبدالعزيز احتفلت أنا مع أسرة محمود محمود عبدالعزيز فغيض الوطن هو استغل أبو صلاح مجموع من الأغاني صحيح كانت دعوة جميلة في صالوم محمود في بحري أنه احتفلنا بذكره السنوية لأبو صلاح في الجمعة الماضية نعم خليهم كل شكروا بالتقدير بالتأكيد جانب تاني من أشعار أبو صلاح يعني هتكلمنا عن الحقيبة وتكلمنا عن الطريد والسير والجانب الوطني برضو عنده حص في شعير أبو صلاح هاي فعلا أبو صلاح طبعا الحال معروفة من خلال إكيسة الإعلام ردة الأغاني بتاعتها أبو صلاح أكتر من الجانب الوطني أبو صلاح كتب سنة 1956 اللي استغلال السودان حازم شعبنا للروح بازل في عزة بلاده مجاهده منازل جاب علم الدخيل فوقيده هابت نازل وشد علمنا فوق برج سوريا يغازل السودان تعلت في حدوده حصونه وارف ظلاله تاني غطوفة بينه وصونه ورجال الأماجد بالحرص أو صونه جوهرة البلاد واجب علينا الصونه إلى آخر القصيدة كتب يا وطني العزيز مخترت سكن بدالك أرض الجنة والنيل بالنعيم يندالك ألف تحية وألف سلام جميل يهدالك كلنا جند كارواحنا الجميع تهدالك وعشرات القصيد للوطن وابو صلاح ذاته كان يعني صديق شخصي للسيد عبد الرحمن وفي تلك الفترة كان قبل استغلال السودان كان يعني المواطن السوداني شغوف جدا وكان فيه يعني خلي الفرح كان طبعا خلد الأغنيات الوطنية من خلال عازة في هواك وكان يجي للشعراء الحقيقي في تلك الفترة كلهم طبعا أسحاب فترة واحدة سيد عبد العزيز وابو صلاح وخلي الفرح حنال دين كلهم كانوا بنخضر الاستعمار نعم طيب إحنا حنجي برتو في واحدة من الأغنيات أبو صلاح عبر الفناه محمد بدوي أبو صلاح ونرجعنا أكمل حوارنا كويسة حقيقة يعني صعب الاختيار جدا لأنه يعني أبو صلاح كلها جميلة وأنا عايز قبل مغني نمسك للحياة المو ظهرت حيوة الحياة المو ظهرت حيوة أسرة أبو صلاح بالله خلاص إذا كانوا حيوة حيوة أبو صلاح نحن نغني من الأسرة هناك قصودة جدا من الكلمات الوالد بدأ أبو صلاح هي أنا أقول منها جزء ودائر كمان عشان نقول أسرة أبو صلاح عوض أبو صلاح وعبد المنم أبو صلاح تحييرهم جميعا كامل أبو صلاح وعواطف أبو صلاح معاسن أبو صلاح الصفية أبو صلاح تحييرهم جميعا عبدالقادر أبو صلاح فأنا عايز أسي أقول غني هيا من الأسرة من كلمات الوالد بدأ أبو صلاح أقول يا جصيرة هديها لأننا ندين تاج خاص وكده وطبعا أبو صلاح في شعير كتير متلحن ومتغنى في غني أسي طلبة المصغار الكبير الفنان محمد اللمين هي من كلمات أبو صلاح هي يمرو حرقني حبيبها يمرو حرقني في توزيع موسيغي إنها تتقدم بشكل جديد إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أنا سأقدم لكم جزو من هي غنيا جديدة من كلمات الوالد بدأ أبو صلاح ونرجع ثاني لأبو صلاح ونرجع ثاني لأبو صلاح ونرجع ثاني لأبو صلاح ونرجع ثاني لأبو صلاح وليصفية أبو صلاح وليصطفى عبد الحميد أبو قسيزا شعر المترجم للقناة المترجم للقناة للعيان دكتور طبيب للخير التجريب مخلص وفي وأديب في الكرم وجود تستجيب يا مصطفى يا حميد أتمنى لك نجاحك تزيد كل يوم تعيش والسعيد كل يوم تعيش والسعيد طلتك في يوم العيد لم حدد للمريد شفاء بيع المطب والمعرفة فيك المكارم لو تعرفة فيك المكارم لو تعرفة أجمل صفات في مصطفى واجمل صفات في مصطفى للعيان دكتور طبيب للخير التجريب يا إنسان طيب حبيب شكراً محمد شكراً محمد أتك بيقولت ذي كلمات الوالد ذي كلمات الوالد أنت وغالي حضرني سؤال يعني في كثير من المبدعين في بلادي سواء كان فنانين أو شعراء أو غيرهم دايماً بنلقى يعني زماء أولادهم أولاد أولادهم أو أحفادهم في نفس المجال هل الفن يعني الإلهام ده يورس ولدي ممكن تكون حالات نادرة في ملتماعنا السوداني أو في ملتماعات الفن أبوان والله حالات دي نادرة لأنه يعني ناسة يعني كبار الفنانين تشكيليين ومغنيين وعازفين في كل المجالات ما من السهولة يكون في التوريس للفن يعني في المئات الآلاف إنتي ما تلقى واحد لأن الجينات بتختلف والأشياء دي استفاة من الله يعني استفاة من الطفولة في كل المجالات إنت تكون جواك فشنه من خلال حياتك إنت حتدرس الشي ده وحتكون مبدع فيه حينا ما تيب الفطرة ما زي الحياة اللي إنت بتورس ولا بتكون زي الحياة اللي إنت بتتلغها من خلال زي ما كثير من الفنانين يعني عندهم موروس أو يعني إرسي خدلوا لينا وبيجوا يعني أبناؤهم ما هنسكر اسمه طبعا لكن بيطلعوا بيغنوا فالمزاكده بتخرب يعني للناس اللي بيحبوا الفنان ده أو الشاعر أيوة أيوة صاغتي أني شويها عملها اسم كبير جدا يشويه أقرب واحد لو ولده أو حفيده أو خلافه عشان كيش شغلها حتى أنا الساعة الليلة بكتب شعر من السبعينات وأنا شغال في التلفزيون وعندي أغنياتي تلحن تلحنوا محجوب عثمان وكان لبرامج الأطفال كتبت أنا أشيط كثيرة جدا وأنا كتبت أغنية كنت حدال الطيب عبد الله وأنا يعني ما بحيب شعري أدي لزول أغنية يعني أنا دكتر من مية أغنية قاعدة لكن محمد بتابعني في البيت من كتاباتي الحالية الجديدة بيجي حياة بشيلة وبكون أنا ما قاصد أدالي بشيلة بغنية أنا ما شغلة بتاعت توريس لأنه أنا اللي بكتبه ده لا يسوأ شيء بالنسبة له كلام اللي تكتب إذا دخلنا في أسرة أبو صلاح في التشكيليين وأنت برضو عملت مهندس ديكور في التلفزيون يعني في مواهب أخرى وفي فنون أخرى في عندنا أخوتنا صوفية أبو صلاح في قطر والرسلات تحية والعريس مصطفى عبد الحميدة بوكسيصة رسل لون التحايا أخوتنا دي كتب الشعر وشاد به الشعر الكبير مبارك المغربي وأنا كتبته وبرضو عندنا أخونا عوض أبو صلاح فنان تشكيلي كبير جداً كان الفنان التشكيلي الأول في المملكة العربية السعودية ومصطفى أبو صلاح في أمريكا برضو فنان تشكيلي كبير يعني في عمليا بتاعة دواخل الفنان التشكيلي والشاعر يعني بتحس بأنه الرسام أنا رسام وعلمت محمد العود ده عصف العود والليلة الشعر أنا بكتبك أبيات أبو صلاح كان بصفوه بأنه بيصور الحدث كالتمثال المجسد المشهد بيصوره بالكلمة الرسام بيصوره بالريشة صحيح فالإحساس متغارب جداً إحساس الفنان التشكيلي وإحساس الشعر لأنه كله برجع لوصف الجمال في صورة والجمعان الجميلة طيب إحنا أبو صلاح الكلام عنه كبير هو عنده أعمال ما شاء الله وتعامل مع عدد من الفنانين الكبار إلى الآن الفنانين الشباب هم برددوا في أغنياته فكرة التلحين كانت واحدة من الأفكار اللي هو قدر من خلاله يعمل على 50% من أعمال أبو صلاح ودي حاجة عظيمة لأنه ما قدرت يعني تقلل من الحاجات التانية أو تخصي من التجربة الشعرية حين هنطلب محمد يعمل لنا عمل تاني ونرجع نتكلم عن قصة التلحين لأبو صلاح لا يبنى لأبو صلاح اني أجمل وكلاير معاله نتكلم عن قصة التلحين لأبو صلاح المترجم للقناة 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 لقناة المترجم للقناة 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 المترجم للقناة